منافسة محتدمة شهدتها انتخابات الرئاسة التركية في جولة الإعادة وحصمت النتائج بفوز رجطيب أردوغان بولاية رئاسية ثالثة في البلاد وذلك بعدما حصل على 52% من الأصوات فاصل 16 مقابل 47% فاصل 84% لمرشح المعارضة كمال كيليتشتار أوغلو أما النتائج والكتل التصويتية التي خرجت بها أبرز الولايات التركية فكانت على الشكل التالي في أنقرة العاصمة حصل مرشح المعارضة كمال كيليتشتار أوغلو على 51% تقريبا من الأصوات متقدما على الرجل الطيب أردوغان الذي حصل على 48% فاصل 77% ننتقل إلى سطنبول مركز الثقل الاقتصادي في البلاد فيها تقدم أيضا مرشح المعارضة كمال كيليتشتار أوغلو مع حصوله على نسبة 52% تقريبا من الأصوات مقابل 48% فاصل 22% لرجطيب أردوغان ولاية إزمير التي تعتبر معقل المعارضة حصل فيها كمال كيليتشتار أوغلو على نسبة مرتفعة من الأصوات بلغت 67% تقريبا مقابل 32% فاصل 87% لأردوغان اللافت كان أن معظم المناطق التي شهدت الزلزال المدمر في فبراير الماضي كانت من نصيب أردوغان وحصل فيها على نسبة مرتفعة من التصويت في ولاية كهرمان مرعش مثلا التي كانت مركز الزلزال حصل أردوغان على نسبة 75% فاصل 77% مقابل 24% تقريبا لمرشح المعارضة تصدر أردوغان أيضا في شان لأورفا التي تأثرت بالزلزال وحصل فيها على نسبة نهزة 65% أو 65% من الأصوات مقابل 35% لكمال كيليتشتار أوغلو ننتقل إلى ولاية هاتاي في ولاية هاتاي تقدم أيضا رجل طيب أردوغان وحصل على 50% من الأصوات مقابل 49% فاصل 86% لكمال كيليتشتار أوغلو إذن خريطة التصويت تحمل معادلة ربح وخسارة للمرشحين في الولايات التركية المختلفة لكن معالمها تضحت تجاه من سيسكن القصر الرئاسي التركي في السنوات الخمس المقبلة ترجمة نانسي قنقر